تواصل القوات الأمنية تقدمها لتحرير الأجزاء المتبقية من مركز مدينة بيجي كاميرا الحرة رافقت القطعات المتقدمة وتنشيطها المنازل واحدا بعد آخر وسط النيران الكتيفة والقصف المدفعي في غضون ذلك وعند محور قضاء الشرقات سماء شمال بيجي المحاذي لمحافظة نينوة يتقدم اللواء الـ 56 قوات خاصة الوحدات العسكرية المتوجهة لتحرير مدينة الشرقات من جانبها ذكرت خلية الإعلام الحربي أن طيران الجيش تمكن من تدمير وكريني لتنظيم داعش في جبل مكحول كما حاصرت القوات الأمنية عناصر داعش الهاربين من بيجي وقتلت العشرات منهم قرب محطة الطاقة الحرارية في المدينة المزيد مشاهدين مع أحمد عرام عند محور قضاء الشرقات شمال بيجي المحاذي لمحافظة الموصل تواصل القطعات الأمنية تقدمها نحن نقف الآن على الطريق الرئيس الرابط بين بيجي والشرقات باتجاه محافظة نينوة وهذا المجسر هو الطريق الرابط وطريق الإمدادات لتنظيم داعش بين الموصل ومحافظة الأنبار سنحاول الدخول إلى محور الشرقات والاطلاع على سيطرة القوات الأمنية على هذا الطريق وقوات الحجد الشعبي وصلنا إلى خط التماس عند سكة الحديد ووجدنا اللواء السادس والخمسون المسؤول عن حماية المنطقة الخضراء سابقاً يتقدم القطعات الأمنية المتوجهة لتحرير الشرقات اليوم نهاية تقدمنا ضمن محورنا اللي هو بالقرب من سلسلة تلال أو جبال مكحول وحالياً في المراحل الأخيرة من تطهير المحور هذا ومثل ما تعرفون هذا هو المحور الأساسي والرئيسي للخطوط الإمداد للعدو تواجد داعش الإرهابي كان ضمن هذه المناطق بالإضافة إلى لا زال تواجده في بعض القصور الرئاسية اللي على سلسلة تلال مكحول اليوم إن شاء الله مباشرين والإخوان بإذن الله راح يكون أعتقد ساعات قليلة ويطهرون المكان بلشنا من مصفى بيجي باتجاه الشركة المصرية باتجاه المصنع الأسمدة ومصنع الأسمدة البارحة تم تنظيفه من قطعات داعش الرهابية اللي لاذت بالفرار وفي مدينة بيجي تواصل القوات المشتركة وفصائل الحجد الشعبي زحفها لتحرير ما تبقى من مركز المدينة كاميرا الحرة تمكنت من توثيق هذا التقدم من خلال دخولنا مع القطعات الأمنية وتنقلها من منزل إلى آخر وسط كثافة النيران والمدفعية أشو هذا البيت مفخخ؟ مفخخ هذا البيت مفخخ تم تحريره من قبل لواء على الأكبر الأبطال هلس ما نقدر نطبي؟ لا لا ما تقدرون مفخخ على ما تجي الهندسة وإن شاء الله انطهرها بعدين ندخلوا الصوره هذا جامع الفتاح مركز مدينة بيجي بعد تحرير الحي العصري من قبل لواء على الأكبر وقوات الأمنية يتقدم الآن باتجاه مركز المدينة لتحرير ما تبقى من مدينة بيجي أسلحة حديثة وكاميرات مراقبة منتشرة في أغلب مواقع السيطرة من خلالها يتم تحريك وتوجيه القوات المداهمة قدرنا نسيطر على أكبر قاطع من أربع إلى خمسة كيلومتر باتجاه البجواري قدرنا نحرر مناطق المالحة والبعيجي وصعودا إلى هذه المنطقة الحريجية وهذا الحي العصري الحي العصري يصير في مقدمته على طريق بغداد أول من دخل إلى طهرة هو لواء الأكبر والآن نحن على مقربة من جامع الفتاح تقريبا 100 إلى 150 متر أحمد عرام الحرة أكد الأمين العام لمنظمة بدر والقائد الميداني للحجد الشعبي هذه العامري أن القوات المشتركة من الجيش والحجد الشعبي الذين تمكنت من قطع إمدادات السلاح والمسلحين عن تنظيم داعش أو المتواجدين قرب بيجي بعد قطع الطريق الرابط بين مفرق الزوية ومنطقة الفتحة وقتل أعداد كبيرة من مسلحي داعش أثناء تحرير مناطق قريبة من جبل مكحول وشدد العامري في تصريح صحفي أنه لا يمكن لشخص أن يستعيد الرمادي إلا بعملية عسكرية يحضرها الحجد الشعبي تحقق نصر كبير وهو تحرير القصور الرئاسية في جبل مكحول والسيطرة على هذا الجبل المهم والاستراتيجي وقطع الطريق الذي يربط بين الزوية وبين الفتحة والذي كان يحتبر من أهم إمدادات العدو لمد البيجي بالإمكانيات بالمقاتلين والأفراد هذه العمليات لو كانت على الرمادي هم تطور ثلاثة يام أربعة يام لذلك أقول لهم كل من يعتقد أن هذه العملية أن عملية الرمادي تتم بدون الحجد الشعبي متوهم وسيثبت ذلك مشاهدين للمزيد ينضم إلينا من بيجي مراسل الحرة أحمد عرام أحمد مساء الخير آخر تطورات الميدانية هناك نعم المحرابي المعركة تحولت إلى الجبال جبال الحمرين وجبال مكحول بعد سيطرة القطاعات الأمنية على أغلب الأهداف المرسومة لها فيما عدا مدينة بيجي وقد وصلت إلى جامع القطاعات الأمنية وقوات الحجد الشعبي وصلت إلى جامع الفتاحي قريبة منه وتطهر هذه المدينة شيئا فشيئا وتتحول من منزل إلى آخر لا يوجد من تظيم داعش سوى بعض العناصر التي تهرب من هذا المنزل إلى ذاك المنزل بالإضافة إلى سيطرة القطاعات الأمنية وقوات الحجد الشعبي على أحدى التقاطعات المهمة المسحق وهي قرية الزوية أيضا تستعد القطاعات الأمنية إلى اقتحامها هذه القرية قرية مهمة وهي نقطة التقاء بين محافظة الموصل وأيضا محافظة كاركوك والمحرابي للمزيد من هذه المعلومات معي النائب والقيادي في منظمة بدر ستار الغانم دكتور ستار أنت موجود منذ قبل انطلاق العمليات العسكرية ومطلع على جميع المحاور أردنا من خلال قناة الحرة أن نطلع على آخر التطورات في هذه المحاور نبدأ من جبال مكحول إلى أين وصلت؟ هل تم دخول القطاعات الأمنية إلى القصور الرئاسية؟ نعم اليوم تماما تم تطهير منطقة جبال مكحول ودخلنا إلى القصور الرئاسية ونزلنا من السفح الثاني للجبال المكحول وصلنا إلى ضفة النهر وهذه المنطقة تماما تطهرت وموجودين كنا هناك والوضع آمن هناك الدواعي صاروا عبر النهر ماذا تبعد عن مدينة الشرقات؟ الشرقات المحور هذا بامتداد مكحول وبامتداد المحاور محورين عندنا بهذا اللاين تبعد شرقات تقريبا 20 أو 30 كيلومتر عن المنطقة التي نحن بها طيب الدكتور هو السؤال الذي يطرح نفسه بعده بعض المناطق هنا لماذا تتقدم القطاعات الأمنية بهذا العمق الكبير؟ هو المفاجأة الحقيقية اللي كانت للدواعش هي إدارة المعركة والخطة الخطة كانت بها مفاجآت كثيرة للدواعش وهذا اللي أربكهم يعني أول يومين كان الدواعش مربكين جدا وما يعرفون ما كان واضح عندهم سير العمليات ولا الخطة العسكرية اللي اتبحتها قيادة قوات الحجد الشعبي بالتالي كانت خطة سرية وما افتهموها وبالتالي تم تطويق مدينة بيجي بالكامل وتم تطويق منطقة البجواري بالكامل ومحاصرتها 160 درجة والقوات الأخرى انطلقت على المحاور الأخرى على الفتحة وباتجاه جبال مكحول وتم تطويق مصفى بيجي بالكامل واليوم القوات دخلت إلى حررت من يوم أمس الشمالي للمصفى وبعض الجيوب في جنوب المصفى تم اليوم معالجتها طيب دكتور حتى تكون الصورة واضحة للمشاهد البجواري ومنطقة مدينة بيجي والبجواري ما تزال عملية تطهيرها تمشيطها هي مطوقة من مسافات بعيدة لكنها لم تحرر بكامل عندنا قوات داخلة في محيط بيجي بل جزء الجنوبي من بيجي داخلة عندنا قوات نحن نتقدم بسرعة بحيث نعطي خسائر العدو مستميتي هناك لمحاصر 360 درجة بالتالي هو ما يوصل لا تمويل ولا عتاد ولا أي شيء محاصر مية بالمية فهو مستقتل هناك خيارين قدامي اما يستسلم اما يقاتل لحد ما ينقتل والعتاد اللي عنده محسوب وقليل واحنا ما مستعجلين حتى ننطي خسائر فبالتالي رح يتم قذمرون بالدخول إلى واستمرار بالمعارك مهدفكم فقط محافظة صلاح الدين الوصول إلى ما بعد الشرقات الوصول إلى الحويجة هناك من يتحدث عن انطلاق عمليات في الحويجة لا هذا جدا سابق لأواني وهذا كلام ما اعتقد بي دقيق العمليات هي عمليات شمال صلاح الدين تحريرها وهذه منطقة تقريبا تمتد على مساحة ألف كيلومتر مربع وإن شاء الله تنجز خلال الأيام القادمة اليوم يعني احنا تقريبا انجزت 90% من العملية هناك سقف زمني لانتهاء مناطق شمال صلاح الدين في ظل هذه التطورات الأمنية والهيار السريع نعم ما عندنا سقف زمني محدد نحن نقلل الخسار قد ما نقدر ونتقدم وهذا يعني اليوم أمس ظهر كنا بالسفح جبل مكحول وما كنا واصلين للقصور الرئاسية تم معالجة الموقف اليوم عبرنا القصور وصرنا بالسفح الثاني فالعمل كل ما يكون دقيق ومنظام يكون خسارة أقل والنصر بأكبر لينزف للشعب العراقي شكرا جزيلا شكرا لكم إذن المحرابي وبالإضافة إلى هذه المعلومات القيمة طيران القوة الجوية وطيران التحالف أيضا هناك دعم جوي لقطع امدادات تنظيم داعش الأرتال القادمة من محافظة الموصل سواء من محافظة الموصل أو من محافظة كاركوك من الحويجة تقوم بقصف هذه الإمدادات وتعطيل هذه الإمدادات ووصولها إلى مدينة الشرقات أو المدن التي تسيطر عليها القطعات الأمنية هذا بالإضافة إلى سيطرة القطعات الأمنية على الطريق الواصل إلى محافظة الأنبار غربا إلى محافظة الأنبار وبالتالي قطعت أي إمداد لعناصر تنظيم داعش المتواجدين في هذه المدينة إذن كنت معي من بيجي مراسلة الحرة أحمد عرام شكرا جزيلا لكل هذه المعلومات وأيضا شكر موصول لضيفك الكريم ترجمة نانسي قنقر